اشتركوا في القناة دي انت بتركبها في الموبايل وبتشتريها من شركة المحمول ان كانت فودافون اتصالات ولكن الاسم دي اللي هي يعني السم المدمجة يعني دي بتبقى ملحومة في البوردة بتاعة الموبايل ودي بيبقى حجمها صغير ودي مش بتبقى تبع الشركة من الشركات يعني بتشتغل عليها كل الشركات طيب ازاي بخليها تشتغل فودافون ازاي بخليها تشتغل اورنج مثلا بروح لفرع فودافون كمثال وبيديني كيو ار كود بسحب الكيو ار كود وبزبط الاعدادات بتاعة الموبايل بكده الشريحة بتاعة اشتغلت فودافون وممكن طبعا اضيف عليها اكتر من رقم وده من مميزات وايه المميزات التانية انها غير معرضة للفقدان او التلف يعني عمري محفقدها لانها ملحومة في البوردة اصلا ومش هتتلف وممكن اننا اتنقل ما بين شبكات المحمول المختلفة بسهولة جدا الاسي ام التقليدية كانت توقض مساحة في الموبايل ولكن حجمه صغير جدا وده بيتحلنا مساحة اننا نضيف تقنيات اخرى يعني المتين وسبعين جنيه دي رسوم تشغيل الاسي ام يعني لما تروح فرع فودافون مش هيدي لك حاجة هو بس حيفعل لك شريحة الاسي ام طيب السؤال هنا هل الموبايل اللي في ايدي ده اللي هو شغال بالسمل التقليدية حيشتغل معي بالاسي ام الاجابة ان مش كل الموبايلات بتدعم الاسي ام الاسي ام دي بتبقى متصنعة في الموبايل من الاول فمش كل الموبايلات ومش كل الموديلات فيها الاسي ام يعني مثلا بالنسبة لسامسونج من اندوريد 14 وطالع ده في اسي ام بالنسبة للايفون بداية من ايفون اكس اس وايفون اكس ار بالنسبة لموبايلات جوجل بدءا من بيكسل سري طيب ازاي اعرف ان الموبايل اللي معايا ده بيدعم الاسي ام ولا لا الموضوع بسيط بدخل على اعدادات الهاتف وبختار الشبكات او اتصالات الجوال على حسب نوع الموبايل وبلاقي فيه خيار اسمه اضافة اسي ام او بالانجليش اد اسي ام طيب لو الموبايل بتاعي مش بيدعم الاسي ام مفيش حل غير ان انا اشتري موبايل احدث يكون بيدعم الاسي ام اشتركوا في القناة